طبعا هذه التحركات التي تجريها الفصائل الموالية لإيران بمكوناتها المختلفة أعتقد بأنها تأتي في سياق مجموعة من الردود التي ستقوم بها إيران مؤخرا وأن تلك الفصائل هي لا تمتلك أصلا القرار سواء كان بوقف الاشتباك مع الولايات المتحدة أو حلفاء في المنطقة وإنما كل ما يجري في هذه المنطقة هو مرتهم بمشروع مرشد فكل التصايد الذي حصل والتهديئة التي حصلت من خلال زيارة سماعيل قاني إلى بغداد قبل قرابة الشهر والتي أفضت إلى تهديئة نوعية في داخل العراق لكن بنفس التوقيت هذه التهديئة كانت من أجل عدم استهداف القواعد الأمريكية لكن هناك إعادة تموضع وانتشار ونقل للأسلحة من داخل العراق باتجاه الأراضي السورية وتحديدا عبر منفذ القائم البوكمال ومنها إلى الأراضي السورية وسبق وأن كان أغار سلاح الجو الإسرائيلي عبر المسيرات لأكثر من عشرة أهداف وتم انقضاد عليها وتم إجهاض عملية تهريب أكثر من مرة إضافة إلى الضربات الأخيرة التي حصلت أيضا في داخل الجغرافية السورية في إشارة واضحة بأن الولايات المتحدة لا ترغب بالتصايد مع تلك الفصائل لكن يقابل ذلك أيضا الجانب الإيراني لا يرغب أن تكون هذه التهديئة دون استثمار فعمليا هذا الاستثمار الذي حصل من خلال تلك الفصائل أعتقد بأنه زاد من تعضيط تلك المصدات العسكرية المتقدمة وأيضا هناك ملاكز بحوث علمية مشتركة في الداخل السوري من ضمنها إيران وكذلك أيضا ميليشيات ولائية كانت تتموضع فيها بشكل كبير وكان لها دور أيضا في إنتاج وتجميع تلك المسيرات يعني إضافة إلى القواعد العسكرية التي فيها داخل العراق هناك قاعدة جرف الصخر هناك قاعدة عين الإمام علي عفوا قاعدة الإمام علي في منطقة عين علي وكذلك أيضا مراكز البحوث العلمية فانصب التركيز الإسرائيلي تجاه هذه التموضوعات